السلام عليكم لاحظ معي إذا درست سوف تتعلم إذا إذ أنت درست في العربية نقول مباشرة إذا درست لكن في الإنجليزية عندما يكون لدينا الفعل يجب أن نكتب ضمير الفاعل أنت درست أنت سوف تتعلم نقول أنت سوف تتعلم learn if you study you will learn إذن كما تلاحظون هنا استعملنا كلمة if if تسمى أذات شرط تأتي بمعنى إذا كذلك لو نفس الشيء إذن نستطيع أن نقول إذا درست أو لو درست سوف تتعلم نفس الشيء لا يتغير المعنى لاحظ معي بما أننا استعملنا أذات شرط if فهذه عبارة عن جملة شرطية الجملة الشرطية في الإنجليزية تسمى conditional sentences وهذه الجملة الشرطية يوجد أربع أنواع منها إذن جميع هذه الأنواع هي عبارة عن جملة شرطية لأننا نستعمل فيها if لكن لماذا هي أنواع مختلفة لأن في كل نوع نستعمل قاعدة وأزمينة مختلفة إذا لاحظ معي لدينا النوع الأول zero conditional أو الحالة الصفرية وهذا النوع النوع الأول هو الذي سنركز عليه في حصة اليوم لدينا النوع الثاني first conditional أو الحالة الأولى second conditional الحالة الثانية third conditional الحالة الثالثة إذن كما قلنا سنركز على النوع الأول من الجملة الشرطية تسمى zero conditional أو الحالة الصفرية متى نستعمل هذا النوع؟ عندما نتحدث عن أشياء حقيقية وممكنة أشياء تكون بديهية واضحة يعني إذا دفعت بابا فإنه يفتح والكل يعلم بأن هذا الشيء صحيح إذا دفعت الباب الباب يفتح الآن بالنسبة للقاعدة كما تراحض على الجملة الشرطية تكون مقصمة إلى شطرين لدينا الشطر الأول فاصلة ولدينا الشطر الثاني الشطر الأول إذا دفعت بابا وهذا يسمى الحالة أو الموقف يعني الشيء الذي نفعله إذن ماذا نفعل؟ ندفع بابا ولدينا الشطر الثاني فإنه يفتح وهذه تسمى النتيجة هنا الحالة إذا دفعنا بابا النتيجة الباب يفتح وبالنسبة للقاعدة في الشطر الأول نستعمل أداة الشرط ونصرف الفعل في زمن المضارع البسط وبالنسبة للشطر الثاني نفس الشيء نصرف الفعل في زمن المضارع البسط إذن سنطبق القاعدة إذا كما قلنا في العربية نقول إذا دفعت لا نستعمل ضمير الفاعل أما في الإنجليزية عندما يكون لدينا الفعل يرافقه ضمير الفاعل إذن نقول أنت دفعت هنا الفعل دفع كما قلنا سنصرفه في زمن وفي زمن المضارع البسط الفعل يبقى كما هو ونضيف له إسم مع الضمائر هي شي إذن هنا لدينا نقول أنت دفعت بابا دور هذا الشطر الأول كما قلنا إث والفعل نصرفه في زمن وبالنسبة للشطر الثاني نصرفه في نفس الزمن هنا لدينا إنه يفتح إنه نقصد الباب الباب يفتح والباب هو عبارة عن شيء غير عاقل ليس شخصا لذلك سنستعمل الضمير إت الفعل يفتح نقول أوبن وكما نعلم في هذا الزمن عندما يكون ضمير الفاعل هي شي إت فإننا نضيف إس إلى الفعل نقول إت أوبن إذن فلنعيد إف يو بوش دور إت أوبن إف يو بوش دور إت أوبن مثال آخر لو أسقطت كأسا وهذه هي الحالة أو الشيء الذي نفعله ما هي النتيجة فإنه ينكسر وهذا شيء بديه يعني نعلم مئة بالمئة بأنه شيء صحيح لذلك سنستعمل النوع الأول من الجمع الشرطية نطبق القاعدة إف الفعل الأول في المضارع البسيط والفعل الثاني كذلك في المضارع البسيط present simple لو كما قلنا إف تعني إذا وتعني كذلك لو نفس الشيء إذن لو نقول إف أنت يو أسقطت دراب دراب كأسا نقصد كأس من الزجاج نقول أجلاس أجلاس فإنه ينكسر فإنه نقصد الكأس لا نتكلم عن شخص بل نتكلم عن شيء غير عاقل لذلك نستعمل الضمير إت ينكسر إما نستعمل الفعل بريك أو نستعمل شادر وبما أننا نتكلم عن الضمائر إت قلنا مع الضمائر هي شي إت نستعمل أس في نهاية الفعل إت شادرز إت شادرز إذا فلنعيد إذا سنقصد ما نتكلم عن الضمائر إذا فلنعيد إذا كان سنقصد إن كنا نتكلم عن الضمائر تشادرز شكرا جزيلا على المتابعة ألقاكم في الضرف القادم إن شاء الله موسيقى